السلام عليكم بسم الله نبدأ كاملين بالصلاة السلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بصحة وافية يا ربي آمين الفيديو نهار اليوم سنشارك معكم عدس اكتبريس سنقوم بها في المرقة للطعام اللي بقعت لي وشعال يأتي بنين يا لبنات بالمرقة للطعام سنشارك معكم روتين خيف دريف سنبدل الطاب بالصالة وننقيها ونفحفحها ونشارك معكم جولة خفيفة في الصالون بسيط وما فيه لا دوزان بزاف لا اربج بزاف سنشارك معكم مابل شوصيغ اللي قلت لكم الزوج تعي صنعه سنشارك معكم ثاني كل مابل تحت الدوش وجولة خفيفة في الدوش ونبدأ وله فيديو تانا على بركتي الله بسم الله نبدأ معكم بالعدس بصكومي كان عندي شوية تنظيف عميق في الصالة سنشارك 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 ونطور في الكوزينة لكي نرح نخمل سوالحة كانت بقيت للمرقة للطعام صفيتها على الشكل صفيتها في الكسكاس لم تطحنت الخضراء اللي فيها الغير صفيتها في الكسكاس ودرتها في الكوكوس ميونيس ورابيت سنشارك ودرت ورقة سنشارك ودرت وضع بطاطا وقومت بطاطا في كونجلاتور ومضعت كاسة على طائق لان لم تطعق كمية كبيرة لان لم تطعق كمية كبيرة ودرتها على هذك المرقة لم نضيفها للمرقة كما كانت بنينا بزاف المرقة للطعام لم تطعقها للمرقة وأمودت بطاطا وعملت كوكوس ميونيس بذلك 10 دقائق والعقص كان بطاطا بعد تدقاء بعد تدرك العقص بعد تقوم بطاطا كان بعد تدمل كوكوس بطاطا وعملت لك 10 دقائق وعادت رأيت مرقة السابق ويربق المرقة سأعلم للمرقة احرار التطعام يأتي بسرعة يأتي من المرقات الاطعام بعد سرعة التطعام تجربوا كيفية رهيبة و ماشاء الله اشتركوا في الجنة و هراني دبرت عليك من تبقى لك المرقات الاطعام و لا تدري شئ لديها فتحضر لبيا و باكاسيق انظر لكم كل خطرة و نشارك معكم كيفية رديتها حريرة و كل خطرة نشارك معكم شاهدتكم في الجنة وصحاف طوركم شاهدتكم في الجزائر وكما كل امرأة جزائر كما قلني سألي في العالم اللي عندهم الصغار الصالة تحتهم يصبح على هذا الشكل لا يوجد الصالة تحت تصبح مخملة وصف لي عندها صالة مبلعة انا ما عنديش صالة مبلعة هنا نديروا كل شيء تكفيز الصالة كل يوم تصبح مروبلة وتعشين مروبلة سنخملها سوف نقلع هذا الطابي اللي راكو تشوفوا فيه هذا الطابي راكو توسخ لي ومين قلت له واحدة البرودوية باش نحك هدو 13 ودار لي كل بقاع كحلي ما عرفش وقل البرودوية مشي مليح او ما عرفش سوف نقلعه بس كون منظر تاعه ما عرفش شباب نقلعه ونبدل طابي واحد اخر وخليكم مع الفيديو ومعهد التحفيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيفري ان fractions 재미 تريد انوا خليب المجال الشتابي emails باللترغم راكو مراهد الا preaching يعامل به احد المجدد من البطلة و اق protagonية من لدي ثلاث طبئة اصدروا في واحد توصخ قلعتها فرشت هذا البيض من جزء وشتاعم من عمره اعرف ان جاء وضيفه وقع وغزمه كان عندي طبئة مخصول وما كان عندي طبئ مخصول ما نفرر شواله وبرد ومشته وولاده يتمشوا تانيك بالحفا وقع ثم ما أخصني نفرش طبئ في المشته يلاق نفرش طبئ ثم مزيك وطغاس لليامات هذين كان جات هذين كان جات هذيك السهداء خصلت طبئ ونشفلي الحمد لله قلت كي يتوسخ هذا ان انا دائرة باللي هذا نجيب به المشته قلت كي يتوسخ هذا نفرش لاخر ساعة هذا شدلي انا كنت شوفه مامبا شهر وتوسخلي ثم مزيك كان عندي طبئة مخصول نديره وندسه بلا ما اتفاش شوية الحال باش نغسله نغسله عندي طبئة اخر هذك اللي قلعته هذك اللي كانت تحت الصالون هذك تاني كره موسخ انا غير ان نقاطف هذك الاسبغة تغليخ سل الطابيات هذك تابيسي لنورمان ماسوموه نغسله ان شاء الله ان شاء الله نجيبها للدار ان شاء الله نشاركها معاكم وهذا الطابي اللي كانت مفرشتها هذا طابي بيض وما نسحكش قاعبش تشريه لان عندك صغار وعندك تريحي في الصالة بزيف ما نسحكش قاعبش تشريه طابي بيض اسوأ حاجة تشري طابي بيض انا مشي انا اللي شريتها انا حتى الزوج الزوجتها اي شراه وكي جابه دخله للدار قلت لها اللي شريتها بيض قلت لها باسكوي غادي يدير هكا يتوسخ وكان هاك الحال كل ما نفرشه ما امباش هارو يتوسخ في الساعة ايا ثم نفرشه غير من ما يكونش عندي شان فرش يكونوا طابيات الاخرين مستخين يخصني نفرشه عاد باش نجيب ده نفرشه وانا عندي ثلاثة طابيات نخسلهم دوفة في العام ثم ما احنا مسحاب لي موالفين طابيات بزيف عندي طابيات وين ما تروحوا تلقوا طابيات بنا نبغوش نحطوك رعينة للطابي ما نبغوش حطوك رعينة على الارض ثم عندي ثلاثة طابيات وفي ثلاثة نستعملهم نخسلهم دوفة كما قلت لكم في العام سوف يتوسخ واحد نفرش الاخر ثلاثة طابيات تحتل السالون بكل بساطة ما عندي شوين اندسهم هذا المكان الواحد اللي يلقيته باش اندس فيه طابيات خليش عليهم عليهم فقط بلا للمرة اشتركوا في القناة 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 أشتركوا في القناة الاحتران اشتركوا في القناة وي شاهدوا على القناة و هي مخاردة 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 حتى الغدواء من ذلك كيف نريد مخاردة و نستغلها كما راكم تشوفوا مخاردة على الغلبيات عالة صالة عام مخاردة لن ينبغوا فيها هذا هو الماء بالشوس ساعتكم الزوجي هو خدمة ازيرو كما راكم تشوفونه هو در كل شيء يشريفاء الامدف يشري فاية mdf ويضعها للمينوزري يعطيه البلان كل لوحة شعال يقطع فيها ويقطع لها اللوحات ويأتي باللوحات للدار ويمنطيهم واحدة عندها فيسوز وعندها الماتيريال عندما يبغي هذه السوالة عندها كل موهبة شاركة على الماتيريال وقع السوالة ليس حقها ومنطيها كما رأيكم تشاهدوا هنا تخطون كائن سوالة ما أجدهم هنا يتباعوا كما وحد العفايس يأتيوا بشيركوه بشير الباب يأتي ويطلعوا ويهود وحده ما أجدهم هنا دا رغي هادوك العفايس اللي راكم تشوفوا فيهم ساعة ساعة البولونات تحتهم يطيروا بسك هدا اللي يرقى مكانش حاجة مليحة كما نقولوا دا رغي هاكا دي باناج بلا مساعة ساعة يحوس كي يلقى هادوك العفايس اللي رايحوس عليهم يشريهم ويبلاسيهم وهذا الشكل المبل تيفي لخدمه وفي الملفوقة دا يا قجر داير فيه سوالة هادو سوالة اللي يخدم بهم يخدم خدمة شابة ما شاء الله الله يعطيه الصحة وهذا هو الشكل ان شاء الله سيكون أعجبكم دعوا لي في كومنتر لزوجتها تانيك عندها موهبة كما هكا شاهدوا البنات هناك كاين واحد الحفاسي كالقطا قولون مدورين اللزقهم ويقلحهم وينما اللزقوا يقلحهم شاهدوا كما هادو اللي رايحوس يبلعوا البولونات مبقوا باينين هادو من الفوقا والدي ما يلحق لهم مش بسح تعل تحت كل شيء نحن اللزقوا تتباع فايا فيها شعن من دوارة كلما اللزقوا يقلحهم اللزقوا يقلحهم اللزقوا يقلحهم على الصوت ووزقاء اللزقوا يقلحهم ومنى هذا الدوش التاعي وهاوالا الدوش التاعي تانيك صغير الدوش غير مراني مكبرة كاميرا راني مبعدتها رايبا كبير وغير صغير وهذا هو الشكل تاعي وهذا هو المبل الزوجتاني كلي قلت لكم تاع الدوش اللي خدمه هذا كومبري الفوبلافون خدمه هو وهذا المبل هذا اللي راكوا تشوفوا فيه بالمرايا مع الأخرى كل شي خدمه هو بالبيبان و بالذي يطرج كل شي خدمه هو قلت لكم هذه المرايا ما نصح شقعش بباش تديروا مرايا من فكرة تحت ما تقعدش قع نقية أي واحد يخسل يده ولا وجهه ولا صايته تتوسخ ثم تقعد غير ممورها بالفرطور تعله زداج دائما ممورها بالماء دائما سماها السكت قادي دائما ممورها بالفرطور شوفوا هنا يخدم ببيبان يولوا وحدهم خدم خدمة شابة ما شاء الله راكوا عارفون الحاجة كي تكونوا تبغوها من قلبكم تبدعوا فيها وهو يبدع في هذا السوالح ما شاء الله هنا لداخل دائرة سوالحة وفوقة ثانية دائرة سوالحة لن نسحقهم جدرتهم الفوقة وهنا دائرة سوالحة الاستعمال اليومي وهذا هو الدوش التاعين ان شاء الله سيكون أعجبكم دوش صغير سامبل على حسابنا الحمد لله كافينا والداخل مليها كاين وين ندوشه دائرة سلتها القش تماما القش مستخ ومن ثم وين ندوشه دائرة باب أكورديون يتحل ويتبلغ على خاطر الضيق لكو يعرفين مخصناش حاجات تتحل كما الباب العادي وهذا كان الفيديو التاعنات على نهار اليوم درت معاكم عدس سينك سينك بالمرقعة على الطعم اللي بقات لي ودرت معاكم روتين خفيفة درايف وشاركت معاكم جولة خفيفة في السالون التاعي وفي الدوش التاعي ان شاء الله يكون أعجبكم الفيديو وعلى أعجبكم الفيديو دعوني لايك ودعموني بالتعبون الى الفيديو القادم ان شاء الله سلام